أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكاه يمتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وطبعا صلاة الخوف وردت على وجوه متعددة ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أخذ بها جميعا ولها أحوال مفصلة في كتب الفقهاء وفي كتب المحدثين وشراح الحديث أنه أحيانا يكون العدو في القبلة وجاه المواجه للمسلمين فتكون له صفة وأحيانا يكون خلف فمن صفاتها مثلا أن الإمام أو قائد الجيش يصف بهم يصلي بهم جميعا أولا إذا كان العدو مواجها لهم يصلي بهم جميعا صفوفا فيركع الإمام ويركع الصف الأول يركع الإمام عفوا ويركعون جميعا ثم يرفعون من الركوع ويسجد الصف المقدم ويقف الصف المؤخر ينظر في وجوه العدو لألا يهجبوا حتى إذا أكملوا الركعة وقاموا إلى الركعة الثانية سجد الصف المؤخر ثم يتقدم الصف المؤخر ويكون محل الصف المقدم ويرجع الصف المقدم ويكون محل الصف المؤخر ترتيب عجيب ويفعلون في الركعة الأولى في الثانية كما فعلوا في الأولى ومن صفاتها أن قائد الجيش يقسمهم قسمين قسم يكون يصلون معه ركعة ثم يكملون لأنفسهم ويثبتوا قائما ثم ينطلقون إلى تجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون مع الإمام يصلي بهم الركعة الثانية ثم يسلم ويقومون يكملون لأنفسهم إلى آخر صفاتها نحن لا ندخل في صفاتها الكثيرة مفصلة في كتب الفقه كما قلت والدرس للتفسير لكن نشير الآيات الكريمة قال الله تعالى فالتقم طائفة منهم معك يعني فالتقف وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا يعني صلّوا ركعة واحدة لأنه أحيانا يطلق بعض الركعة ركعة واحدة يعني تسليمها يعني يقول الإنسان صلّ بنا فلان سجدة أو صلّ بنا سجدتين يعني صلّ بنا ركعتين هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يعني مكان الذي هم وجاه العدو ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الذين كانوا في وجه العدو فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم لماذا قال هنا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والأول ما قال قال فليأخذوا أسلحتهم لماذا يا إخواني الله سبحانه وتعالى قال هنا فليأخذوا أسلحتهم في الثاني قال فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ترى ظاهرة يا إخواني ظاهرة جدا هنا قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم لأنهم في المرة الأولى العدو ما علم أنهم يصلون ولا عنده خبر لا في المرة الثانية رآهم يصلون فهنا هجومه متوقع فلهذا قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم في الأولى قال فليأخذوا أسلحتهم والثاني حذروا أسلحة لأن العدو علم أنهم يصلون وقد جاء في بعض الرواية وقال تأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم يقصد صلاة العصر فنزلت صلاة الخوف فلهذا قال هنا فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم قال الله تعالى ودَّا الذين كفروا تمنوا لو تغفلون يعني لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة يقصدونكم ويحملون عليكم حملة شديدة واحدة ثم قال الله تعالى مرخصا لهؤلاء ولا جناح عليكم لا أحرج عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم رخص في وضع السلاح في حال المطر والمرض لأن السلاح يذق الحمل في هاتين الحالتين ولأنه قد يكون له رائحة تتعب وقد إذا نزل المطر يتعب المجاهد من حمل السلاح مع تبل الملابس بالمطر أو كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم مرة أخرى راقبوا العدو كي لا يتحسس منكم غفلة وهنا قال خذوا حذركم إن الله أعدل الكافرين عذابا مهينا يهانون فيه فإذا قضيتهم الصلاة يعني الصلاة الخوف انتهيتم منها فرغتم فاذكروا الله قياما صلوا في حال الصحة قياما وفي حال المرض قعودا وعلى جنوبكم عند الجرح إذا جرحتم أو اذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل مقابل ما حصل من نقص وتخفيف في الصلاة الخوف لأنه معروف أنه الذكر والاستغفار والتسبيح أنه يجبر ما نقص من الصلاة ولهذا المصلي إذا سلم من صلاته يقول كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وفعل ذنب حتى يستغفر لكن يستغفر مما حصل في الصلاة من خلل ونقص فإذا اطمأننتم سكنتم وأمنتم فأقيموا الصلاة هتموها بأركانها وواجباتها وشروطها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واجبا مفروضا في وقته لا يحل الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر كأن يكون مريضا فيجمع الصلاة مع أخرى وهو لا يستطيع أو يكون مسافرا فهنا يكون معذورا آخر آية قال الله وَلَا تَهِنُوا فِي بِتِغَاءِ الْقَوْمِ يعني لا تضعفوا في طلب هؤلاء المشركين إن تكونوا تألمون وتتوجعون من الجراح فإنهم يألمون أيضا ويتوجعون كما تتوجعون لكن ما هو الفرق ترجون من الله ما لا يرجون ومع ذلك أنتم تأملون من الأجر والثواف الآخر والنصر في الدنيا ما لا يرجون هم وكان الله عليما حكيما قال الله تبارك وتعالى إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا هذه الآية الكريمة جاء فيها سبب نزول لكنه من رواية مرسلة عند الترمذ والطبران في شأن بني أبيرق لما سرقوا طعاماً واعتذر عنهم قومهم بأنهم أهل بيت خير ولم يعرفوا مثلاً بالسرقة ونحو ذلك وحاولوا أن يعتذروا لهؤلاء وقد سرق أحدهم فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بين الناس وأن يبرئهم فنزلت هذه الآيات وأيما كان الأمر فقد سبق القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفء لا بخصوص السبب وأنه وإن كانت هذه الرواية مرسلة ليس الاعتماد عليها لأن المرسل معروف أنه من أقسام الضعيف لكن على أي حال هذه الآية الكريمة الله تبارك وتعالى قال فيها إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وهو القرآن الكريم إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وقول أنزلنا فيه دليل على على علو الله تعالى على خلقه لأن النزول لا يكون إلا من أعلى وفيه أيضا إثبات أن القرآن الكريم منزل غير مخلوق من الله تعالى بدأ وإليه يعود وهذه مسألة كبيرة عظيمة امتحن فيها الأئمة وجرى فيها كلام بالحق وكلام بالباطل من المعتزلة وغيرهم فقول أنزلنا كشأنها من الآيات الكريمة الأخرى التي تثبت أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى وأنه كلامه جل وعلا صفة من صفاته من الله تعالى بدأ وإليه يعود إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ يا محمد الكتاب بالحق بالأمر والنهي والفصل في هذا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالحق لماذا التعليل؟ لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله بما علَّمك والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى الكتاب والحكمة آتاه الله الكتاب والحكمة وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني بما علَّمك الله تبارك وتعالى وأوحى إليك وحكم النبي صلى الله عليه وسلم هو مما علَّمه الله ولهذا وجبت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى من يُطِع الرسول فقد أطاع الله وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما يحكم به النبي عليه الصلاة والسلام هو مما علَّمه الله ومما يجب فيه طاعته لتحكم بين الناس بما أراك الله وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا سواء نقيل أنه في طعمة ابن بيرق أو غيره طبعا لَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا يعني مُعِينًا مُدافعًا عنه وهذه الآية بعضها للعلم يقول وإن كان لفظها لفظ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن المراد غيره إلا أن المراد غيره لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام مُدافعًا بالباطل مُدافعًا عن أحد بباطل هذا مما عصمه الله تعالى منه ولا يمكن أن يكون وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا لكن هذه الآية شأنها شأن القول الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والاستغفار هو طلب المغفرة الاستغفار هو طلب المغفرة وهو شأن أهل الإيمان في كل زمان ومكان فمن ذا الذي يعرى من ذنب أو خطأ أو تقصير في واجب أو فريضة كل بني آدم خطأ وخير الخطأين التوابون ولذلك شأن الاستغفار شأن عجيب أمهات العبادات أمر الإنسان بعدها بالاستغفار فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله المُصَّلِّ إذا سلَّم من صلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتملك سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعته أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قاله من أول النهار موقناً به فمات من يوم فو من أهل الجنة ومن قاله من أول الليل موقناً به فمات من ليلة فو من أهل الجنة وقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ندعو به في صلاتي قال يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور رحيم فشأن الاستغفار شأن عظيم فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً وكان دائماً كان ولا يزال جل وعلا ثم قال تعالى ولا تجادل لا تخاصم والمجادلة المجادلة جاءت في القرآن كثيراً الجدال والمجادلة جاء في القرآن على وجوه متعددة فيما يتعلق بأهل الكتاب وبغيرهم قال الله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وقال تعالى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون والمجادلة تقع من الكفار أحياناً كما قال الله جل وعلا في الأنعام فالمقصود أن المجادلة والجدال إن كانت لإظهار الحق إن كانت لإظهار الحق فإنها ممدوحة وأما إن كانت لدفع الحق ولبس الحق بالباطل أو كانت لا نتيجة لها ولا ثمرة لها أو كانت أيضاً مجادلة بالباطل فإنها مما نهي عنه وذم صاحبه على أنه إنه الشخص إذا كان يجادل إظهار الحق ولبيانه ينبغي أن يعلم أنه مأجور على هذا العمل إذا كان يظهر الحق فكيف بمن يريد أن يجادل عن المبطلين أو يعتذر عن المفسدين والمنافقين هذا مذموم ولهذا قال الله لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم سمى ذلك خيانة لأنفسهم لأن ضرر معصيتهم راجع إليهم هم فقال يختانون أنفسهم يظلمون أنفسهم بالخيانة وغيرها من المعاصي أو السرقة فالإنسان إذا فعل معصية فإنه يظلم نفسه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة لا يحزنك الذين ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب وفيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى إن الله لا يحب من كان خوانا خوانا يعني خائنا كثير الخيانة خوانا أثيما كثير الإثم كثير الخيانة كثير الإثم خوانا كثير الخيانة أثيما كثير كثير الإثم يستخفون من الناس يعني يستترون ويستحون يستحيون من الناس ولا يستخفون من الله لا يستترون من الله جل وعلا ولا يستحيون من الله والله أحق أن يستحيى منه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم جل وعلا مطلع عليهم يعلم أحوالهم إذ يبيتون يتقولون ويؤلفون ما لا يرضى من القول والتبيت غالبا ما يطلق على التدبير ليلا التبيت إذ يبيتون يطلق على التدبير الفعل ليلا إذ يبيتون ما لا يرضى من القول من الرأي الذي أداروه بينهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وختم الآية في قوله وكان الله بما يعملون محيطا مناسب جدا لما سبق ما قال وكان الله غفورا رحيما قال وكان الله بما يعملون محيطا لبيان إحاطته سبحانه وتعالى بهم وأنه لا يخفى عليه شيء من تدبيرهم ولا أعمالهم وأنه بكل شيء محيط لا يخفى عليه تدبير هؤلاء الكائدين وأعمالهم التي يتوقعونهم أن تخفى على الله لأنه يعلم جل وعلا ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هنا انتقلت الآية إلى مناقشة لهؤلاء المجادلين الذين يجادلون بالباطل عن هؤلاء فقال ها أنتم هؤلاء يعني ها أنتم يا هؤلاء جادلتم يعني خاصمتم وحاججتم عنهم يعني عن هؤلاء الجماعة في الحياة الدنيا الخطاب لكل من يجادل بالباطل وإن كان من يرى سبب النزول صحة سبب النزول يرى أنهم جماعة طعمة بن أبيرق يقول ها أنتم يا هؤلاء يا جماعة طعمة بن أبيرق جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا لكن نحن قلنا إنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والسبب هنا فيه ضعف وهو أنه رواية مرسلة فنحن ينبغي أن نفهم الآية نفسر الآية على عمومها وأن يدخل في الخطاب كل من أراد أن يجادل عن أناس من المبطلين سواء كانوا من المنافقين أو كانوا من الكافرين أو كانوا من المسلمين المخطئين المذنبين من أخطأ فيقال أخطأت ينصح يذكر لكن ما يجادل عنه وإذا كان هذا الخطاب متوجه لمن يجادل عن المخطئين أو عن المبطلين فمن باب أولى ينبغي أن يتوجه للشخص نفسه أنه إذا أخطأ أو زل لا ينبغي أن يجادل بالبطل فإن الاعتراف بالحق فضيلة عليه أن يعترف ويقول أنا أخطأت وأستغفر الله وأتوب إليه ولا حرج في هذا ولا عيب في هذا بل هذا دليل على فضل هذا الإنسان وهذا أمر في غاية الأهمية يا إخواني دائماً الإنسان قد يغلط في المسائل العلمية وفي المسائل العملية وفي حكم على الأشخاص وفي تقديره لبعض الأمور وهو بشر لكن لا ينسى قول الله اللي ذكرناكم به قبل فتبينوا يتثبت ثم لو فرض أنه حكم على أحد أو قال قولاً أو أفتى بفتية أو تكلم بكلام ثم تبين له أن الراجح بخلاف ما قال أو أن الصواب خلاف ما قال فعليه أن لا تأخذه العزة بالإثم بل إذا قيل يؤتق الله ذكر بالله لا يكون كما قال الله فيهم وإذا قيل لو أتق الله أخذته العزة بالإثم لا بل عليه أن يعترف بالحق ويحضرني في هذه المناسبة قصة من أعجب ما مر بي عن بعض أهل العلم ذكرها ابن العربي المالكي يقول إن رجلاً من طلاب العلم دخل مصر فوجد أحد العلماء يقرر في مجلسه في الجامع ويبدن في القرن الرابع الهجري يقرر مسألة فجلس هذا الطالب الغريب يستمع فقال الشيخ في أثناء حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر طلق وآلى من نسائه وظاهر يقول فلما انقض المجلس يقول هذا طالب العلم الغريب ذهبت وانفض طلابه وكانوا يملؤون المسجد ذهبت وتبعت حتى دخل بيته يقول فلما دخل بيته استأذنت عليه فأذن لي فقلت إني طالب دخلت بلاد مصر من طلاب العلم وحضرت مجلسك وانتفعت وأنا أريد الانتفاع منك لكن أشكل علي أنك قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه هذا صحيح أنه طلق وإنه آلى وأشكل عليه أنك قلت ظاهر والظهار لا يمكن لأن الله سمه في القرآن وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا ماذا تتصور من شيخ له أتباع وله جلالة قدر وله مكانة يقول قام فقبل بين عيني وقال جزاك الله عني خيرا صدقت يقول فلما كان في اليوم الثاني دخلت المسجد الجامع فلما رآني الشيخ مقبلا قال مرحبا بشيخي أنت شيخي في هذه المسألة يقول والناس يلتفتون إلي وأنا لا تكاد تحمل لي جداي ووجهي يقول صار أحمر من الخجل وقال تعال اقترب مني أنت شيخي في هذه المسألة يقول ما زال يقول اقترب حتى أجلسني بجواله شوف كيف الرجوع للحق ولا أجد غضالة قال نعم إني قلت أمس وأخطأت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر وإنه جاءني هذا الرجل وقال لي إنك قلت كذا والظهار سماه الله في القرآن منكرا من القول زورا وإني راجع عن مقالتي هذه وأعترف بفضل هذا الرجل وهو شيخي في هذه المسألة هذا عجيب جدا بعض الناس الآن للشديد الأسف بعض الناس بعض طلاب العلم إذا نبهت على مسألة جانب فيها الصواب بعضهم ولا نقول كلهم تجد يجد غضاضة في هذا ويجد يبحث لك عن مبرر ويقول قال بهذا القول العالم الفلاني وانظره في الكتاب الفلاني ما لنا شغل بالعالم الفلاني يا أخي أنت محكوم بالكتاب والسنة إذا كان قولك الذي تقول عليه دليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والعاقل الموفق اللبيب لا يجد غضاضة أن يرجع إلى الحق بعدما تبين له بل هذه منقبة وفضيلة وهذا ليس كما يزين له الشيطان أنه ينقص من قدره بل والله أنه يزيده رفعة عند الله أولا وعند خلقه ثانيا دائما الرجوع للحق فضيلة في كل شيء حتى في الأمور الاجتماعية العامية حتى في حوارك مع زوجتك مع ابنك مع بنتك مع أحد من إخوانك وجيرانك دائما أحرص أنك ترجع للحق ولا تجد غضاضة أنك تتنازل ليس فقط في الأمور العلمية بل حتى في غيرها لا مانعنا الإنسان يقول والله أنا أخطأت وأستغفر الله في هذا الشيء ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة استفهام إنكار وتوبيخ من يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا أخذهم الله بعذابه وفي هذا تحذير لمن يجادلون عن العلمانيين وأعداء الدين ويمدحونهم ويزكونهم متعامين عن أفعالهم السيئة وأقوالهم التي كما قال الله قد بدت البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر لا يجوز الإنسان أن ينصب نفسه يومنا الأيام مجادلاً عن أهل الباطل فإن الله سيحاسبه ونقول له كما قال الله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً من يكون كفيلاً من الذي يذب عنهم ويتولى أمرهم في يوم القيامة يوم الفزع هذا اليوم العظيم ثم استأنف فقال جل وعلا ومن يعمل سوءاً ومن يعمل سوءاً أي سوء كان ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً وهذه الآية الكريمة بشارة لكل مسلم من مسلمة من يعمل سوءاً أو يظلم نفسه يتهم أحد أو يعمل عملاً دون الشرك بل حتى مع الشرك إذا استغفر الله وتاب إليه يجد الله غفوراً رحيماً ومن يكسب إثمًاً فإنما يكسبه على نفسه يعني مضرَّة هذا راجعة إليه هو هو الذي سيتضرَّر لا غيره ومن يكسب إثمًا فإنما يكسبه على نفسه كما قال تبارك وتعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ومن يكسب إثمًا فإنما يكسبه على نفسه يضر نفسه ولا يحزنك الذين يستارعون في الإنسان إنهم لن يضروا الله شيء وكان الله عليماً حكيماً له العلم التام والحكمة الشاملة سبحانه وتعالى ومن يكسب خطيئةً أو إثماء هنا ما الفرق بين الخطيئة والإثم ومن يكسب خطيئةً أو إثماء من العلماء من قال ومن يكسب خطيئةً إن الخطيئة منهم من قال إنها أصغر من الإثم ومنهم من قال إن الخطيئة الشيء المتعمد وغير المتعمد كله يدخل تحت الخطيئة والإثم يكون للشيء المتعمد ومن يكسب خطيئةً عام في الخطيئة المتعمدة وغير المتعمدة إذا كانت محرمة ومن يكسب خطيئةً أو إثمًا بيمين كاذب أو نحو ذلك ثم يرمي به بريئًا يقذف به إنسانًا بريئًا لم يعمل هذا الإثم فقد احتمل بهتانًا وإثمًا مبيناً والبهتان الكذب الكبير الذي يتحيّر الإنسان في عظمته وكبئة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة قال الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما أكره قال فرأيت إن كان فيه أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته وإثمًا مبيناً ثم قال تبارك وتعالى طبعًا من العلماء من يرى إنه هنا يعني الله جل وعلا قال ثم يرمي به ولم يقل بهما لم يقل بهما واللي قبل ما هو خطيئة وإثم ومن يكسب خطيئةً أو إثمًا ثم يرمي به به يلوه إيش به هنا رد الكناية إلى أي شيء رده إلى الإثم أي أقرى مذكور رده إلى الإثم أو جعل الخطيئة والإثم كالشيء الواحد أي نعم جعل الخطيئة والإثم كالشيء الواحد ومن يكسب خطيئةً أو إثمًا ثم يرمي به ما قل بهما إما أنه رد الأثنين للواحد أو أو يكون الضمين يرجع لماذا إلى أقرب مذكور وهو الإثم فقد احتمل بهتانًا وإثمًا مبينا ثم قال الله تبارك وتعالى ممتنًا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وَلَوْ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ بِكْ لَهَمَّةُ لَهَمَّةٌ طائفةٌ منهم يعني من قوم طعمة على القول بسبب النزول صحيح أو حتى من المنافقين عموماً لَهَمَّةُ طائفةٌ منهم أن يُضِلُّوك يعني يُخطئوك في الحكم ويُلبِّسُ عليك أمر أي إنسان ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد يأتي الشخص يعتذر إليه فيقبل عذره ويأكل سريرته إلى الله كما حصل في شأن المنافقين الذين اعتذروا لما رجع من غزوة تبوك مع أنه لا يعلم حقائق ما في قلوبهم إلا الله سبحانه وتعالى فهو لا يعلم عليه الصلاة والسلام إلا ما علَّمه الله تبارك وتعالى وَلَوْ لَا فَضُوا اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ لَهَمَّةُ طائفةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوك وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ نفسًا يعني يرجع وبال ذلك عليهم هم على أنفسهم وما يضرونك من شيء يعني ضرره يرجع عليهم هم لأنك معصوم بالوحي لو فرض أنهم لبَّسوا أو تكلموا أو قالوا فينبِّئك اللطيف الخبير قالت من أنبأك هذا قال نبَّأني العليم الحكيم وأنزل الله عليك الكتاب يعني القرآن والحكمة هي السنة والقضاء بالوحي ولهذا السنة كما قال الشافعي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل القرآن والله تبارك وتعالى قال وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَأَخُذُوهُ وَقَالُوا إِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ صَلَّهُ سَلَّهُمْ يَقُولُ كَمَا فِي سُنَّهُ نَبِي دَاوُودِ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا لا يوشك رجل شبعان متكي على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله وفي دليل على ضلال من يسمون أنفسهم بالقرآنيين يقولوا ما نأخذ إلا بما في القرآن فقط نقول ما أخذتم بالقرآن لو أخذتم بالقرآن لدلكم القرآن على وجوب الأخذ بالسنة لأن الله يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله ويقول وأطيع الله وأطيع الرسول ويقول وإن تطيعه تهتدوا ويقول وما آتاكم الرسول فأخذوه قال الإمام أحمد بن حمبر رحمه الله ذكر الله طاعة الرسول في ثلاث وثلاثين آية في القرآن الكريم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم علمك ما لم تكن تعلم من الأحكام وعلمه الله جل وعلا من علم الغيب علمه الله كشف له ما شاء علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد وكان فضل الله عليك عظيمة بأن وهبك النبوة والرسالة وأيضا أن أعطاك الحكمة وأن علمك نسأل الله أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم في كتابه وفي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والله الموفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر